إلى الشأن الأمريكي حيث وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب بأنه مدان يسعى للوصول إلى منصب الرئاسة في سابقة هي الأولى من نوعها في التاريخ مصاعداً هجومه على منافسه الجمهوري قبل انتخابات نوفمبر هذا ويرى بايدن أن ترامب الذي خسر انتخابات 2020 سيشكل تهديداً أكبر في حال فوزه بولاية ثانية كما انتقد بايدن تلميحات ترامب بأن إدخاله السجن قد يكون بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى مؤيديه وهو تحذير من شأنه أن يغذي المخاوف من العنف السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر